إلى ذلك تنظم في هذه الأثناء تظاهر في القدس منددة بمخطط الضم الإسرائيلي وتنظم إلينا من هناك مراسلة I24 News أصالة زريقي أصالة حديثين في البداية عن هذه الاحتجاجات التي تنظم هناك قبل الحديث عن لقاءات التي يستمر الوفد الأمريكي بإجرائها نعم بشار إذن أتواجد الآن في مدينة القدس حيث تتواجد مظاهرات واحتجاجات من الجانب الإسرائيلي بالنسبة لخطة الضم إن كان من الذين يعارضون خطة الضم من المواطنين الإسرائيليين وإن كان أيضا من المستوطنين الذين يرفضون فرض هذه الخطة مدعين بأنها ستعترف بدولة فلسطين على أراضي الضفة الغربية من جهة أخرى إذن في هذه الأثناء أيضا هناك دعوات من الجانب الفلسطيني لأسبوع الغضب انطلاقا من يوم الأربعاء وهو الواحد من الشهر المقبل وهو الموعد الذي حدده رئيس الوزراء الإسرائيلي لتنفيذ مخطط الضم حيث أعلنت الفصائل الفلسطينية أو القيادات الفلسطينية عدرا بأنه ستنطلق هذه المظاهرات في الضفة الغربية وفي غزة وأيضا في البلدات العربية وفي دول مختلفة حول العالم من جهة الدولة أصال الوفدة الأمريكية الذي يناقش خطة وخرائط الضم استكمل نشاطاته وأيضا زياراته مع المسؤولين الإسرائيليين ما آخر التفاصيل حول هذا الموضوع بمن التقوا حول ماذا تناقشوا تحديدا نعم إذن بالنسبة للوفد الأمريكي الذي كان قد وصل ليلة الجمعة وقد عقد هذا الوفد العديد من الجلسات إن كان مع وزير الأمن الإسرائيلي وهو من المخطط أيضا أن تكون هناك أيضا جلسة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي قريبا بن يمين نتنياهو ووزير الخارجية غدا لبحث مخطط الضم حتى الآن التصريحات التي قد تم الإعلان عنها بالنسبة لهذه المباحثات وبالنسبة لهذه الجلسات تشير بأن هناك تباين في الموقف الإسرائيلي داخل الحكومة الإسرائيلية بين ما أعلن عنه وزير الأمن الإسرائيلي جانس حيث قال بأن التاريخ الذي حدده نتنياهو ليس مقدس بتاتا لماذا أصال؟ لماذا قال جانس أيضا لك؟ ونحن نسمع الكثير من ألباء حول ما يبدو أنه تردد إسرائيلي وبحسب المعلومات التي جمعتها هل يمكن أن نرى هناك تأجيلا وربما إلغاء للخطة؟ نعم إذن من جهة تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي تؤكد بأن إسرائيل حاليا منشغلة في الأزمة أو جائحة كورونا العالمية وتداعياتها الاقتصادية فالأهم من القرارات السياسية هي إرجاع الإسرائيليين لسوق العمل وإرجاع الاقتصاد الإسرائيلي ولكن من جهة أخرى نرى بأن الإدارة الأمريكية لم تعطي إسرائيل الضوء الأخضر لتنفيذ هذه العملية أو هذا المخطط حتى الآن وهو أيضا بالنسبة للجلسات أو المباحثات التي يقوم بها الوفد الأمريكي حتى الآن تشير التوقعات بأن محاولات هذا الوفد هو لتأجير أو تأخير هذا المخطط أو حتى لتقليصه بالنسبة للمناطق التي تنوي إسرائيل ضمها من الضفة الغربية هذا عدى اعتراضات الدول العربية وأيضا اعتراضات من الأمم المتحدة كما سمعنا قبل قليل أصالة زراقي مراسلة آي 24 نيوز كنت معنا من القدس شكرا لك